بتوصم طول ما انا ماشية وباقرة بالحادر بتديله حركتين لكلمي طبعا اتكلمنا عن المد الطبيعي السابت وصلا دمني برضو المد الثابت وقفا فقط حاجة اسمها الالفات السابت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا احباتي في الجاية ازال الله كل خير كل من علق بدعوة جميلة ولا تعليقاتكم بتساعدني جدا وبرك الله فيكم يا رب اجمعنا وإياكم تحت زل عرش احنا ايه هنكمل المد الثابت وقفا فقط هنكمل ايه المد الثابت وقفا فقط طبعا انا اديتكم ايه النوع الاول اللي هو المد الطبيعي اللي هو المد العوض عن التنوين وقفا حركتين واخدنا النوع الثاني اللي هو الالفات السابعة من ضمن بقى المد الطبيعي الوقفا فقط لما ايه لما يبقى عند الوقف حركتين لكن لما بتيجي توصلي يسقط لالتقاء الساكنين يعني ما بتيجي تقفي عليه هتديله حركتين أما وصلاً هيسكت معي زي إيه؟ لما أجي أقول إيه؟ في الأرض أنا لو هقف هنا أقول إيه؟ في صح؟ لإيه؟ لإن هلاقي الياء قبلها مكسور وبالتالي هديها حركتين عند الوقف طب لما أجي أوصل بقى ينفع أقول في الأرض وعمل كده ما في الأرض؟ لأ طبعاً إيه اللي بيحصل؟ هقول في الأرض يعني بدخلت من الفاء ما نطقتش الياء هو دخلت من الفاء على اللام الساكنة ليه؟ لأن الياء ساكنة لما قبلت اللام الساكنة حصل إيه؟ مش إحنا قلنا أي حاجة فيها لتقاء الساكنين لازم أن نتخلص بالتقاء الساكنين يأينا بالحصر أو التحريك أو بالمد هنا هنخلص منه بإيه؟ بحصر حرف المد يعني هنحزف حرف الياء وبالتالي هنخش من الفاء على اللام وهمس الوصل إيه؟ تسقط معي إحنا على طول خدنا درسة همس الوصل قلنا همس الوصل على طول إيه؟ بتسقط معي. يبقى قلنا في الارض خلاص يبقى دلوقتي الياء سقط للايه للتقاء الساكنين. اما عند الوقف في الدناء حركتين. في المثال ده برضو كافا رم. كافا رم رأتا. كافا رم. ايه اللي حصل? قلت رم من الراء المضمومة الى الميم. تبقى تقولي انا ما تقتش الواو دي? لا. ما تقتاش دي. لان الواو ساكنة. قبل تلميم الساكنة. لان طبعا انت عندك الالف قلنا بسفر مستدير. في القرآن لا يلفظ. وهمس الواسط تسقط وصلا. فما الواو هنا ساكنة. قبل تلميم الساكنة حصل ايه? ايه? سقطت للتقاء الساكنين. يبقى دخلنا من الراء على المهم قلنا كافا رم رأتا. كافا رم رم. رم. ما قلتش كافا رم. كافا رم رأتا. عملت كده لأ. كافا رم رأتا. يعني ما تقتش ايه? واو. عشان دي سقط للتقاء الساكنين. اما عند الوقف لو سألتك. هتقولي كافا رم تدعي حركتين. يبقى ده ورده ماد سابت وقفا فقط. اما عند الواسط يسقط للتقاء الساكنين. طيب نسال هنا مع الالف. مل قارعة. مل قا. مل من اللام. ليه? لاني طبعا همس الواسط تسقط وسطا. فالالف هتقابل اللام الساكنة. فالالف هيحظى في الالتقاء الساكنين. طبعا انا شرح الالتقاء الساكنين هتلاقوه على في قيمة التشغيل. لكم الله خيرا كل عام وانتم بخير. والسلام عليكم نحتلو بريكتون.